لا جديد في ملف المعتقلين السوريين سوى تلك الأخبار الواردة من سجن البالون بحمص والتي تفيد بوفاة عدد من المعتقلين بسبب انتشار مرض السل الذي بدأ يستشري في جنبات السجن سيء الصيت منذ بداية العام الحالي وثقت مصادر إعلامية وفاة خمسة سجناء قالت إنهم يقيمون في مهاجع مخصصة للمعتقلين المحولين من سجن صيدنايا يضافون إلى نحو أربعين آخرين توف جراء المرض ذاته العام الماضي الأمر الذي يشئ باحتمال زيادة عدد الوفيات لا سيما بعد توقف المنح العلاجي المقدم سابقا من منظمات طبية تدعمها الأمم المتحدة فيما اكتفت ميليشيا أسد بنقل بعض المصابين إلى المشافي العسكرية وحشر الباقين في القبو البارد والرطب والمحجوب عن أشعة الشمس ما يعني تركهم يواجهون الموت البطيء عوضا عن الموت تعذيبا العنوان الأبرز لسجون أسد سجن البالوني أو السجن العسكري الثالث يعد من أفضع السجون العسكرية بعد السجن صيدنايا ويزج فيه المدنيون والعسكريون ممن يحالون على المحكمة العسكرية أو ما يسمى محاكم الإرهاب ويتألف مبنى السجن من ثلاثة طوابق واحد منها علوي مخصص للإدارة وطابقين تحت الأرض للمعتقلين الموزعين في 12 جناحا وتؤكد شهادات الناجين أن ميليشيا أسد تحضر على المعتقلين التجول في الممرات أو الخروج إلى باحة السجن هذا عدا عن وجبات الطعام الرديئة والقليلة في آن والمياه خير الصالحة للشرب اشتركوا في القناة